بعض الناس هدان الله وإياه إذا رأى أشياء مثلاً يرى غراب طائر أسود نعم يقول اليوم تأتي المصيبة أو يسمع صوت كلب يقول نعم هذا الشر اليوم أو يرى إنسان مثلاً مريض مكسور الرجل أعور يقول اليوم هذا شر يتطير بعض الألبسة بعض الألقام يقول رقم ثمانية أنا لا أحب رقم ثمانية لا أمشي في هذا الطريق لأنه كل ما أمشي في هذا الطريق يحصل لي حادث ما علاقة هذه الحيوانات وهذه الأصوات هذا عمل أهل الجاهلية عمل أهل النفاق أهل الشرك المسلم لا يتطير المسلم دائماً يتفاعل لأن المسلم في حفظ الله لا علاقة لهذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوذي سمرك أوه رئيسي عوذي عوذي والعذاويسي رموه عليه الصلاة والسلام بالحجارة وحوال بيكوتوري حتى نحيالك ولد يتيماً وحالة دي لأسو أغونا مات أبو قبل أن يولد أبي صحود أنت إنت أسايلة دالين ثم ماتت الأم بعد الولادة ومات الجد ومات العم وماتت الزوجة مات جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلا فاطمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولادي ستنمان وعيد دنتين أسقون نول إلا فاطمة مهياني تطير تطير تشاؤم أم شرعين ورجعين مسلمي تفاعل عليه الصلاة والسلام نبي صلى الله عليه وسلم خير برجيني إذن المسلم لابد يقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقتد بالمشركين النبي صلى الله عليه وسلم عندما عينه اليسرى يكون فيها أو الرجل فيها مثل الكهرباء يقول الآن مصيفة هذا الشرك إذا لا يمكن أن نصنع هذه الأشياء أي إنسان يقول هذه الأشياء ننكر عليه ولا بد قوف كستو أن أرغنا وحا سمينينا وعينا نكو إنكرنا أن دهنا أرهنتاس مبنانا نعم والله أعلم